القضية اللي بتكلمتها خصوصا الاشكالية الخطيرة الزمن عشرين ثانية بتقول فيه رسالة اعلانية وبتعمل دكتور عب عليم انا شفت اعلان دلوقتي دي او نص يعني ما شاء الله ده اللي اعني لا ايام لكن ايام بقى الطايم في التلفزيون كان عشرين ثانية والتلاتين ثانية معظم الاحلانات الزمن بيلعب دور مهم اولا الاعلان بيقرر الاشكالية ازاي انا اوصل للرسالة الاعلانية بتاعتي في الوقت المحدد ده وفيه مشاكل كان يعني مثلا تعرضت انا لحملة تنظيم الاسرة فازاي تقول رسالة للناس تاخد حبوب تنظيم الاسرة بدون ما تخدش حياء الاسرة فعملت اصفورة بتيجي تقول لها صاو 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 اوعي يا شابة تنسي الحبة يماتي الليلات تاخد الحبة جمع بين اللايف والكارتون ف كنا بنحافظ كان فيه ادبيات ايوة بس عايز اسألك على اختيار الوجوه يعني فيه وجوه كتير اصبحت نجمات انه هذا كبار كان بيتم اختيرهم ازاي اقول لحضرتك كنا بنعمل كاستنج طبعا اذكر من الناس اللي اشتغلوا معايا وبقوا النجوم شري عادل غادة عادل عبيد صبري جهنصر طبعا شمس دعاء انتصار انتصار بس كان فيه من المين فيك نجتهت معك